طيب دكتور مروح في الحرب الروسية الأوكرانية وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن مجازر حرب ترتكم من قبل الروس يعني الروس حينما يدخلوا أي بلدة نشهد قتلى بالألاف من قبل مدنيين أيضا الأمر انعكس مع القوات الأوكرانية حينما يقومون بإلقاء القبض أو باعتقال أو بأس أي جندي من جنود الروس يعني ينكلون به ونشهد تمثيل بالجسس بماذا تعلق على هذه الأمور ونحن نتحدث عن عفو المسلمين والرحمة التي يظهرها الإسلام إن صح هذا الموضوع وأنا أعتقد فيه مبالغة في الموضوع الآن طبعا أنت يعني لابد عندما تحكم على أمر أن تسمع من الطرفين يعني قال إذا جاءك شخص مشتكي وقد فقد عينه فانظر إلى الخصمه قد يكون فقد العينين الاثنتين هذا قد يكون باب الدعايات والعلام الآن لأنك انظر نتيجة كم القتلى الآن خلال كم أنت بتتكلع من خلال دخلنا في الشهر الثاني ممكن نتها أو قرب عن تها الآن كم عدد القتلى من الأكرانيين لا يساوي ما قتله اليهود في سبوع في غزة الآن وين المحاكم وين كوا حقوق الإنسان الآن خلال الفين وثلاث تلاف في كل معركة الفين واربع طرح شكرا من الفين وواحد نصف من نساء وأطفال الآن هدم البيوت يعني حتى آخر آخر معركة الآن يعني ما أدري إيش البنايات والعمارات في أي دولة وفي أي نظام تهدم وهم يعرفوا أنها كلها صحفيين فهذا كما ذكرت يدل على النفاق العالمي لا شك أن نحن ندين كل قتل بأي مذهب كان من يهود أو من نصارى أو من أي جنسية طالما هو مسالم لا يعادي والإسلام ذكر ذلك الآن في القرآن نعيات كثيرة بالمحافظة أهل الكتاب والذي حما أصلا في التاريخ الآن اسأل اليهود المنصفين وقول إحنا لم نجد عندما كنا نعترض كما حصل في الأندلس نعترض للمجازر أو نعترض لنجد الإسلام من نحتمي به الآن الإسلام دين عظيم دين رب العالمين دين السلام لا يقتل من قتل دميا قتلناه به عمر الخطاب لما شاهد دمي يشحد قال ما الذي أخرجه هذا كبير في السن قال أخذنا منه وهو شابا وفرض له من بيتنا المسلمين أخينا لم نأتي لأنه كي ننظر أو نقول إيش الإسلام الإسلام معروف الآن أنت بتحكي عن دين الله صحوه وتعالى هو خلق الخلق وهو يعرف ما يصلح لهم الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر